نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في دمعية رسالة للأعمال الخيرية احتفالية بيوم الكساء بمحافظة الجيزة شاملت توزيع ملابس ولحوم على أكثر من عشرة ألاف مستفيد من أبناء المحافظة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وذلك بمشاركة من حوالي ألف ومائتي من متطوع التحالف بمشاركة أكثر من 700 متطوع نظمت جمعية الرسالة للأعمال الخيرية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادراتها السنوية يوم الكساء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والتي تشهد في هذا العام تنظيم معارض ملابس بالمجان بالإضافة إلى توزيع ما يقرب من 1300 كيلو لحوم رسالة بتقدم معنا ممكن يكون ده المعنى اللي محتاجه المجتمع معنا أن النهاردة يكون قائم على اليوم ده كل اللي وراي دول شباب كلهم متطوعين 700 متطوع جاي النهاردة بيساعد ممكن يكون إحنا موفرين نهاردة تكلفة يعني غير طبيعية موفرينها بس إنها تتوفر تبقى مساعدات للأسر هدفنا هو إسعاد الأسر من جميل الأسر الأكثر استحقاقاً الشغل بتاعنا كله تحت مزالة التحالف التحالف الوطني في الفترة أخيرة عمل حالة جميلة جداً في المجتمع المصري حالة تطوعية جميلة جداً أكثر من خمسة ألاف مستفيد من الأسري الأكثر احتياجاً استطعت جمعية رسالة إسعادهم وإدخال بهجة العيد على قلوب الأسر وأطفالهم على حد السواء حيث تم تخصيص معارضة بها أكثر من إسنتي عشرة ألف قطعة ملابس تم فيها دعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع كساء العيد عليهم ناس طيبة وناس كويسة وبيقفوا مع الغريبة على طول بيتصلوا علينا وبيدونا كل حاجة والله دنيا منظمة وكل حاجة كويسة والله ربنا يبرك لهم يا رب جازون كل خير أشكر جمعية رسالة كتير قوي 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 على اللي عملا معنا والمجهود اللي عملا معنا والناس اللي تعبنين معنا وسط تنظيم كبير من المتطوعين شهد يوم الكساء أيضا تنظيم كرنفالات صغيرة وتوزيع الهدايا والألعاب والبلالين والحلوى والفشار على الأطفال لرسم الفرحة على وجوههم بيبقى فيه تركت فرحة زي ما انت شايفين نجيب لهم هدايا للأطفال وفشار وحلويات فمنحاول نعمل حاجة للأسر يعني ونساعدهم يعني في الأعباء اللي عليهم رسالة حلوة كويسة وبتخدم كل الناس وبتخدم كل المحتاجين ما شاء الله عمت لنا حاجات حلوة وحلويات وحاجات الأطفال وساعدت الناس كلها في العيد وكل حاجة كويسة والله الجدير بالذكر أن فعليتي يوم الكساء تقام في ست محافظات لخدمة أكثر من سلاسين ألف مستفيد بمشاركة أكثر من سلاسة ألاف متطوع لتوزيع 80 ألف قطعة ملابس وما يقرب من ألفين كيلو لحوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر